السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباؤنا مع فائدة جديدة من فوائد اللغة العربية وعنوانها الهمزة في أول الكلمة ماذا نشاهد في هذه الصورة؟ ماذا نشاهد؟ نعم إنها صورة أسد أحسنتم الآن الصورة الثانية ما هذه الصورة؟ إنها إوزة ممتاز هي نوع من أنواع الطيور تعرفونها أليس كذلك؟ الآن الصورة الأخيرة ماذا نشاهد فيها؟ نعم إنها أذن ممتاز لاحظوا أين كتبت الهمزة في كلمة أسد؟ كتبت فوق الألف أحسنتم ما حركتها؟ الفتح ممتاز إوزة نعم إنها تحت الألف ما حركتها؟ حركتها الكسرة ممتاز وأذن كتبت فوق الألف نعم وحركتها الضم رائعون إذن نلاحظ أن الهمزة الأولية هي الهمزة التي تكون في أول الكلمة وهي تقبل جميع الحركات ما هي الحركات التي تقبلها؟ تقبلها الفتحة مثل أجابة الكسرة مثل إيمان والضمة مثل أسامة الآن متى تكتب فوق الألف ومتى تكتب الهمزة فوق الألف؟ إذا كانت حركة الهمزة الفتحة أو الضمة تكتب فوق الألف كما مر معنا في أسد والكلمة الثانية أسامة الآن إذا كانت حركتها الكسرة تكتب تحت الألف مثل إيمان وإيوزة أليس كذلك؟ الآن صورة ماذا هذه؟ إنها قلما أحسنتم وهذا مرفأ ممتاز وهذه الصورة قصة رائع لاحظوا ماذا زدنا بعد الحرف المنون المنون بتنوين الفتح في قلم ماذا زدنا عليها؟ ماذا زدنا؟ أحسنتم زدنا ألفا هل زدنا هذه الألف في كلمة مرفأ أو في كلمة قصة؟ هل زدنا هذه الألف؟ رائع لم نزد هذه الألف إذن نزيد هذه الألف في الكلمات والأسماء مثل قلما كتابا لكن الكلمات التي تنتهي بتاء قصيرة أو التي تنتهي بهمزة فوق ألف فإننا نضع تنوين الفتح فوق التاء القصيرة أو الهمزة المتطرفة مباشرة دون أن نزيد بعدها ألف أما الكلمات التي لم تنتهي بتاء قصيرة ولا بهمزة فوق ألف فإننا نزيد لها ألفا بعد تنوين الفتح تصبح قلما كتابا بينما لاحظ قصة ورقة وضعنا تنوين الفتح فوق التاء مباشرة أيضا مرفأا ملجأا أيضا نضع تنوين الفتح فوق الهمزة مباشرة الآن سنملأ هذه الفراغات بشكل الهمزة المناسبة في بداية الكلمات التي في أولها فراغ انظر إلى هذه الشجرات طبعا أنا قمت بحل المثال الأول والثاني لنتخذه نموذجا لما بعده انظر لاحظوا أن الألف هنا لفظت همزتها مضمومة لذلك كتبت الهمزة فوق الألف بينما إلى كتبت الهمزة هنا تحت الألف لأنها جاءت مكسورة الآن إنها أشجار الأرز لاحظوا إن هنا همزتها مكسورة أم مفتوحة أم مضمومة نعم مكسورة أحسنتم إذن أين نكتبها تحت الألف رائعون وأشجار مفتوحة نعم تكتب فوق الألف رائع الأرز أيضا مثل أشجار مفتوحة نكتبها فوق الألف وهي صنوبرية مخروطية الشكل وهي أشهر أنواع الأرز أشهر أنواع الأرز لاحظوا ما حركة الهمزة في هذه الكلمات الثلاث الفتح أحسنتم لذلك نكتبها فوق الألف على الإطلاق الإطلاق ما حركة الهمزة؟ الكسر نعم لذلك نكتبها تحت الألف تعيش في الأماكن المرتفعة أوراقها متراصة دقيقة حادة والورقة منها تسمى الإبرة إذن أماكن أوراق هل هي مفتوحة أم مضمومة أم مكسورة؟ مفتوحة ممتاز أين نكتبها إذن؟ فوق الألف أحسنتم رائعون بينما الإبرة نعم إنها مكسورة نكتبها تحت الألف وأغصانها قوية تتفرع أفقيا في طبقات غير منتظمة إذن أغصان مفتوحة فوق الألف أفقيا مضمومة فوق الألف أما أيضا مفتوحة فوق الألف خشبها فمن أثمن الأخشاب أيضا أثمن الأخشاب في الحالتين مفتوحة ونكتبها فوق الألف الأرز يصمد أمام النار أرز أمام أيضا هي مفتوحة تكتب فوق الألف فإذا اشتعلت فيه لا تحرقه كله إذا لاحظوا إذا مثل إلهية مكسورة لذلك نكتبها تحت الألف وقد شاع عنه أنه لا يفنى لأن مذاقه المر يبعد عنه الحشرات والديدان أن مفتوحة أين نكتبها فوق الألف ممتاز لأن أيضا مفتوحة نكتبها فوق الألف السؤال الثاني نريد أن نتمم الجدولة بالكلمات الواردة بحيث ندخل عليها أل التعريف واللام والفاء والباء والكاف والواو لاحظوا إصطبل الإصطبل لإصطبل فإصطبل بإصطبل كإصطبل وإصطبل الأفق من دون أل التعريف كيف تكون أفق أحسنتم مع اللام لأفق مع الفاء فأفق الباء بأفق الكاف كأفق والواو وأفق لاحظوا أن هذه الكلمة شكلها لم يتغير عند دخول الأولام وبقية الأحرف عليهم إذن الكلمات التي تبدأ بهمزة سواء كانت فوق الألف أو تحتها لا يتغير شكل الهمزة بدخول الأحرف عليهم لاستراحة كيف نكتبها من دون أل التعريف نعم استراحة مع أل التعريف الاستراحة رائع ومع الفاء فاستراحة باستراحة كاستراحة واستراحة وهكذا بالنسبة لبقية الكلمات كأسد تكتب أسد الأسد لأسد فأسد بأسد كأسد وأسد فإصلاح إصلاح الإصلاح لإصلاح بإصلاح كإصلاح وإصلاح الآن وإنسان إنسان الإنسان لإنسان فإنسان بإنسان كإنسان إذن لم تغير أشكال هذه الكلمات نريد الآن أن نضع التنوين فوق الإسم الموضوعي بين قوسين رأيت حطابا يرتدي رداءا عتيقا ويحمل بيده فأسا ويقطع شجرة يابسة نبتت إلى جانب الطريق لاحظ حطابا لم تنتهي بتاء ولا بهمزة فوق الألف إذن نضع التنوين ونضع بعده ألفا أما رداءا فقد انتهت بهمزة على السطر أين نضع تنوين الفتح؟ ممتاز نضعها فوق الهمزة رداءا عتيق تهى بتاء مربوطة انتهى بهمزة لا إذن أين نضع الهمزة؟ ممتاز نضعها فوق التاء ونضع بعدها ألفا فأسا مثل عتيقا نضع التنوين فوق السين ونضع بعده ألفا شجرة يابسة لاحظوا أنها انتهت بتاء مربوطة إذن أيضا نضع التنوين فوق التاء مباشرة نبتت إلى جانب الطريق شكرا لكم إلى هنا يكون قد انتهى درسنا اليوم إلى اللقاء في درس جديد وفائدة جديدة ترجمة نانسي قنقر